اشتركوا في القناة وأنه لمن دواعي سروري أن نشارك اليوم في أعمال هذا المؤتمر الهام طالما كانت مملكة البحرين رائدة على الصعيدين الأقليمي والعالمي في مجال الاتصالات فقد أدى تركيزنا على التمييز التنظيمي والبنية التحتية الرائدة إلى أن تكون مملكة البحرين من الدول السباغة بتوفير تقطية شاملة لخدمات الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس وتوفير تقطية وطنية بنسبة 80% لخدمة النطاق العريق إضافة على ما سبق يستخدم 100% من سكان الانترنت وذلك بسعار أقل بكثير من المتوسط العالمي والأقليمي تم اختبار هذا الأساس عند اتشار جائحة كورونا كوفيد 19 وبسبب الاستثمار الذي وضعناه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات استطعنا التأقلم والتكيف بالتغيير والمصعب أثناء الانتشار العالمي للجائحة فقد تعاون الغطاعين العام والخاص لمواجهة التداعيات المفروضة خدماتنا لم تتوقف أبداً وحدودنا لم تغلق أبداً والأهم من ذلك استمر سكاننا بحياتهم اليومية الاعتيادية مع وضع فلسفة التعاون هذه في الاعتبار كانت مملكة البحرين ولتزال ملتزمة بتطوير ونمو كوادرها الوطنية أكثر من 23% من الطلاب في البحرين مسجلين في مجالات علمية ورقمية وأكثر من 50% من هؤلاء الطلاب من النساء ولصعيد القوة العاملة فنسبة النساء في مجالات علمية ورقمية يقارب 40% وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي وغرأينا ابتكار مستمر من الكوادر الفنية في البحرين والتي تنافس على الصعيد الأقليمي والدولي توافر هذه المواهب أدى إلى إنشاء مراكز برمجة وخدمات فنية ومنصات رقمية تعزز قدرة مملكة البحرين لتوفير دعم للدول الصديقة وأن تكون رائدة الاقتصاد الرغمي العالمي المتسارع في النمو ولأثبتة البحرين قدرتها على أن تكون عاملا للنمو والتطوير لشركائنا إقليميا وعالميا هذا هو التزامنا الراسط وأن نعمل مع زملائنا وشركائنا لضمان النمو المستمر والمستدام لبنيتنا التحتية وقواجرنا البشرية لضمان المنفع المتبادلة والتنمية وعليه يسعدنا اليوم أن نعلى أن ترشح مملكة البحرين لأضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات حيث نعتزم استكمال عمل المجلس بنهجنا القائم على بناء توافق لأراء والتزامنا برأوة عالمية وشاملة ودعمنا المستمر لضمان أن يحصد شعوبنا ودولنا طوائد الاقتصاد الرغمي السيد الرئيس لكم منا ومن وفق مملكة البحرين أصبحت التحيات والتقدير ونتمنى لكم مؤتمرا ناجح بنتائج مثمرة وموفظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته